السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته معكم قناة ام ياقين غريزة مرحبا بالجميع توحشتكم بزاف اليوم ان شاء الله سنبدأ السنة الدراسية ملخص للمقطع الاول السنة الرابعة ابتدائي تبع معي تفهم المقطع جيدا قبل ما نبدأ لا تنسوا بارتاجه لماكسيمم باش كامل الناس تستفاد قولوا لهم ام ياقين رجعت وبيقوة بسم الله نبدأ على بركات الله 4 يماني بخيمة رابعة ابتدائي هنا واش عندكم غادي تقرأو على لكارتية عقلوا لي لكلمة لكارتية مشي لكارتية لا لا لكارتية لي هو الحي هذا الحي لكارتية غادي لازم نعرفو واش فيه الداخل درس الاول هو نام دليو اسم الاماك الموجودة في الحي لنم دليو ليو والماكن وين هم أماكن الموجودة دان لكارتير دان لكارتير ويش نلقاو عنا برقزم هاد صور نشوفو عنا اوني بوست لابوست وناقل اسكو سي فمينة ولا مسكولة فسكو نحتاجوها فالدرس اللي بعدو دانك اوني بوست لابوست كيفش نعرف بلي فمينة من لابو لأون لستاد نعرف بلي مسكولة simplesmente لأونية لات smoothly نعم 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 نعين نعم عنا نعم 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 دي مكازن لديهم فارإلتung لديهم قبل لديهم né Gayото لديهم نplants لديهم مجمونا لديهم درر deduct lemonade حد تدع الممل تدعو switched لديهم نTT جESIN من Gaming كان الجم ede Arms algام مجمونا زمن جاردان موسكي ايكول ستاد هادو كامل سيدي نو دي ليو اسم مكن خب نروحو نشوفو وش كاين بعدو تباعم عايم ليح وركزم ليح على امpload او على هادو هادو خوروف سمحتوهم وين يجو يجو قبل اسم المكن قبل اسم المكن على نديرو تدكير نغابل بللي نو مسكول سمجولي مو دكار موفرد نعرفه من ادت تعrif من الارتكل ل او لان فمين سمجولي مو انث موفرد نعرفه من ل او ل او او ل ل ل ل ل ل ل كيف شن دير او يجو لك او لك جو او يجو او او لك او او لك او جملة نعود نكتب هنا موضوع يعطيك أو المنzelf تدريها كم الشخص أو المنظر أو المنظر وадцاني تطلках وكما تكره تدريها نفهمها الضغط أول شي روح نشوف هذا الاسم هو غادي يقول لك دير في مكان هادو دير ألا ولا ألا بوست خوف ولا أو واحدة من هادو تلعتها ألوخ بوست هادا بوست اسم مؤنت سيلا بوست كي نشوف اسم المؤنت مباشرة ندير ألا هقلع ليها ألا بوست ألا موسكي داكور في الاسم المؤنث نروخو لزاوش عندي أكل بيش راه يبدا بوويل أو أوتل راه يبدا بأش دونك يكون عندي اسم يبدا بوويل بويل ليهوما أ ي أ أ أو أ ولا نلقى أش يا بويل يا أش ندير أ الأبوست خوف تالي تل ستاد سي مسكولا مدكر كي نشوف اسم مدكر ما نقدر شنقول آ ل خطأ واش نقول نقول أو خلاص نعاودو هنا يا دونك اسم مؤنث يعني يبدأ بالله ولا أول نقول أ لا اسم يبدأ ما نحاوزش عليه لا فيمنا ولا ماسكولا يبدأ بويل ولا أش ندير آ أ الأبوست خوف اسم مدكر ندير أو داكور على بوست على موسكي أو ستاد أو جاردن على الوتل على الهوبيتال على الأكل خلاص داكيما شوف إلا اسم أن ندير آ غير تشوف الاسم التعكيب بحركة بويل ولا بأش ندير آ إلى بوست خوف كي نشوف اسم مدكر يعني إن ستاد إن جاردن اسم مدكر ندير أو أو جاردن أو ستاد وهدو فاش نحتاجوهم نحتاجوهم في الوضعية اليماجية صح العننا أمتلا لغار غول جهو أ لغار خلاص لغار لغار الهوبيتال عيد آ فاش أ لغار آ لغار أن جاردن لغار 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 الا موسكي لزو اوزو لتل اهب داب هش لك الهتل والن روحو درس اخر عنا لزادورب ده پوزيشن عقلو علهم عدورب ده پوزيشن پوزيشن يعني يعتوني الموقع لازم ويراني داخل حنا في الول غادي نهدرو البيت تي اي ما ميزان ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ان فاس وعنا بخي alors هادو كي نستعمل هم دائمن دائمن بعد هم يجو حد هاد الخروف دلا د ال apostخوف ولد يعني كي دغول ما ميزان ستخوف اكوته دلا موسكي من نساشي لنسيت هادو يعني دستعي ما نشفهما في الوضعية داخو حداري دانك ري تستعمل لاز ادرب ده پوزيشن لازم مراهم احد هاده الحروف باش تقول المكن اللي جاي حده ولا بعيد عليه ولا مقابل ليه دانك فالدرس يقدر يقولك فالاختبار غوليب دو تكس ان ادرب ده پوزيشن يستخرج من النسف ادرب ده پوزيشن انت تروح لنس التاعك واتشوف اكوته ولا لوان ولا اللي مكتوبة حطها دانك عندي نان دليو اسم المكن وعندي ادرب ده پوزيشن غي هو يعتني الموقع ساح الان روح نشوفو وين تن دير ده لا ده ال apostخوف دو نفس الشي كي ما ا الوغ ده لا لازم يكون مراها اسم مو انت ده لا موسك ده ال apostخوف الاسم يبداب وو لا اش و دو من يكون اسم مو ذكر داخو روح نشوفو امتي لا داخو الهوبيطة الهوبيطة يديه Region لديه الرجال وغولут اكوته دي دي مقاصب دي مقاصب depending يا شكرا على المساق ven أدودها being الأدود تقول لأ دي لأ قليل دي لأ دی لأ للأ الوسط ال Camera dun بل garder يا شكرا يقول لأ دي لأ إذا كان اسم مدكر دوستاد دو جاردان وإذا كان عندي اسم في الجامعة نقول دي أكوتي دي مجازن دي غيستورن فلاس نزيدوا نشوفوا اللي بعدهم هدا باركزم بميتر عندي هادي لاميزون داكوغ قلي بالنسبة لاموسكي كيفش رها جاية بالنسبة لاموسكي نقول اي نكسبة هنا انفس دو لاموسكي هو نرمال من لما يعطي هاليش دو لاموسكي نعرفها بلي فمينا وحنا باركزم بليكال نقول ره يلوان دو لكل كم تشوفوا دي من هادي دو لحبيتال ولغيستورن غيستورن مع لحبيتال رها أكوتي نقول اي تا كوتي هنا واش نقول دو علش؟ بسكو غيستورن واحد سنگولي وره مدكر دو غيستورن alors ماتنان لغيستورن بنسبة لاموسكي نجي من غول پا لوان نجي من غول پا لوان ولي لوان ولي هنيريا داكو alors پا ازمپ لوان بايد دو لاموسكي داكو دي من انفس اكوتي لوان ولي پري ندير مورا هم دو ل ولي دو ال apostrophe ولا دو ولا دي دو ل من يكون اسم مؤنت دو ال apostrophe من يبدأ بفويل حركة ولا أش دو من يكون اسم مدكر و دي من يكون جمع دي رستورن من يكون بزاف دي زوتال يعني كلمات تكون في الجمع تكمل بالأس اوكي داكو نزيدو نشوفو الدرس اللي بعدو روحو لكون جمع تصريف لأفعال في التالي تابتدائي ما قريتوش لأفعال ما قريتوش لكون جمع تعرف باللي ج هو السجت هو الفاعل وبعده يجي هذا هو الترتيب هذا دائما أولا وهذا تانيا على قبل ما نبدأ في تصريف الأفعال لازم نكون نعرفوا حاجة اللي هي اللي بخونا والدمائر والدمائر تجي في مكان السجت نقول ج منج ج جو ت جو داكو صح احنا روحو دروك نشوفوا الدامائر تاوانا اللي هوما اللي بخونا 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 حفظ دمعايا اللي بخونا بخونا ج أنا ت انت انت إل هو أل هي نو نحن vous انتم انتوما إل افكاس هم أل افكاس هن نعود ج ت إل أل نو vous إلا وكاس أل وكاس إجي مرحو مباشار أميروش مبعد ما ميزون ستروف داخل 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 يجي بعد السجي بعد الدامير كيف شير نبدأ قبل ما نبدأ نفهمكم قبل هدا أبت كيف شرح هولا لver أبت داخل هاد لver أبت في جوز أين عندي الجوز الأول يحبس هنا هدا الجوز الأول نعيطوله رادикال يعني جدر الفعل رادикال دو جدر الفعل وعندي هادي أر هادي أر نعيطوله terminaison نهايت مادا دو لنفين تفين تفين دو لنفين تفين و هادي أر كيف ها في أي فعل كيف مم مرح شان بزاف أفعال يكمل بال أر نعيطولهم لver دو برمي گروب لver دو برمي گروب صح كي نبغي نصرف هذا الجدر يبقى مع جميع الدمائر اللي يتغير يتغير هذا أر في كل سجي مع كل دمائر أر تتبدل ونديرو فيها حاجة أخرى نروح نشوف التصريف مع أبي تي مع ج نحن دفل أ وندير l'apostrofe بسكو يبدأ بأش جابيت في مكان أر أحضر أ أ هذه جمع ج مع ت أبي في مكان أر دير أس أح جمع ت جمع ج رح ندير أس لأ لأ تب بعم لأ مع إلو أل تنين دير أ مع نو ندير ONS في مكان ER دائمن ONS كي كون عندي vous أو ENT كي كون عندي إلو أ avec S ج habite tu habite إلو أ habite nous habite vous habite إلو أ avec S habite أ دائما أ أ أ أ أ أ س كون هنا ج habite tu habite إل habite nous habit vous habite إلو أ avec S habite alors هادي ER ندير في مكان ها E ES E ONS EZ ENT وهنا راهم ENT وهنا راهم بالترتيب حسب الدمائر ج tu إلو l nous vous إلو avec S نتحفظ هادو كي تشوف الفعل كتب الجدر تاعك حدف ER وكتب واحدة من هادو حسب السجت تاعك روح نشوف Par exemple J habite dans une belle maison J habite ه ولي le verbe وه د ج c'est le sujet نحن راهم تمرين بش نف ال ي إكري le verbe هو présent le verbe habite هو حسب ال حدر ج عام حدر maintenant d alors vous habitez dans le quartier Amirou c tu habitez loin de l école ركز معي أول خطوة أول خطوة أكتب الجدر حدفت الأر الآن أكتب سجي نكتب في مكان تانيا نعود نكتب الجدر ونفس التصريف مع قبل الرب بلي يكملو بأر بايزوبنا تكتب تكتب أر تكتب شان و تكمل معاها هادو دكو حدفت الأر روح نشوف يجي معاها أس نزيد هنا نكتب لغادикال الجدر نحدف أر آه متنو ماجيد ماجيد أنا عندي دمائر ما عنديش ماجيد في راسي نقول ماجيد هو اسم المفرد دونك هو إيل دونك ندي النهاية تعقيل النهاية تعقيل هي أ نعود في راسي نقول ماجيد هو اسم مفرد اسم مفرد ندي النهاية تعقيل و أل ماجيد هو إيل دونك النهاية تعقيل في مكان أر هي أ نكتب أ ماجيد أبيت دونك نكتب لغادикال قبل حدفت الأر دروك روح نشوف آه دونك ندي النهاية تعقيل نعود في راسي دونك نكتب ENT les enfants habitent en face دونك ندي النهاية تعقيل دونك ندي النهاية تعقيل لآن الدرس الأخير اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي جمع هنا عنا السنجولي المفرد و نروحو به اللي 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 جمع ولا للعكس و قرينا في الثالثة ابتدائي السنجولي بار اكزم عندي آن ماجازان في الثالثة عرفت بللي آن رجحها د و نكتب الاسم التاعي و نزيد الو اس دو دونك دي ماجازان اون كدالك ترجع د و نكتب الاسم و نزيد اس دو plurial د زي الآن نروحو انتابي شوف معايا بايش رح يكمل الغلو الان ترجع د بسح الاس رح موجود في السنجولية في المفرد دونك نخليه غي هو من ديش زوج تعال الاس حديري لن رح يكمل بالز ل ترجع ل و نكتب الاسم كيما رح تبع معايا كي يعطيني في المفرد الاسم الادات التعريف ل لا على بسخف في الجمع ترجع ل كي يعطيني الان و لا اون الرجع د الاسم نزيد له اس بصحيح لكن الاسم التاعي في المفرد يكمل ب اس ولا اكس ولا ز واحدة من هاد الحروف في الجمع من زيد له و لو رحوا بالامثلة تفهموا اكتر قلنا ترجع ل ل ولا لا ولا ال ترجع ل كتب الاسم التاعك جي خي لن اهنا ما عندي ويلو نزيد اس دي pluriel هادا ما عندي روش ما زال ان ستاد ان في pluriel ترجع د نكتب ستاد كي مراه مكان ويلو نزيد اس اون بوش خي اون ترجع د نكتب الاسم التاعي ونزيد اس عادي اهنا ا ترجع د باش راه يكمل بالز لنكتب كي مراه ومنزيد ويلو وقلنا الحروف الكلمات اللي النو اللي نو الاسم اللي نس فيهم في المفرد اس والز والا اكس في الجمع منزيد ويلو نخلي غير هادا الحروف دون اهنا فار اكزم لا سوري لا ترجع اللي رح شوف سوري باش رايتكمل رايتكمل بالاس ومنزيد الهوالو نكتب ها كي ما راح 1 خوا d خوا تاني تكمل بال x كتب خوا ومنزيد ويلو 1 رجح d شو رايتكمل بال x منزيد ويلو 1 p d رايتكمل بال s نكتب ها كي ما راح ومنزيد ويلو لغ راح بالز ل غ كي ما ومنزيد ويلو ما نقدرش نزيد s s ها ما كي نعاود الكلمة الاسم مني يكون في المفرد يعطوني ل ولا 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 بصغف رجع ل ونزيد s في الاخير يلعطاني 1 ولا 1 رجع d ونزيد s في الاخير بس صحيح إلقيت الاسم التاعي يكمل بأحد الحروف s و z x في المفرد مش فصل أول سيكونس 1 غادي تقدر نطيها لك على أسئلة ونتجاوب على الأسئلة تكتب الوضعية تاعك فار اكزم اللولة يقولك bonjour كمان تتابل كيف اش تجاوب ني تاع غادي تقولي bonjour ج م أبل او تعتني اسمك من بعد نقولك او عبت اللي قرينا ها ها دي او عبت اين تس كن وش تقول وهدا سي لverb عبت جابت لك عبت او تعتني اسمه عبت عمي روش عبت 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 سو أل تالت او ست تتعب تتعب او ستتعب تتعب او ستتعب تتعب تتعب ميزن او وشنغور ميزن ميزن se trouve par exemple à côté du jardin près de la mosquée pas loin de l'école dans mon quartier il y a aussi dans mon quartier il y a aussi une pharmacie une superette d'accord donc tu dis 3 ou 4 phrases pour dire où se trouve ta maison alors bonjour je m'appelle j'habite j'habite le quartier ma maison se trouve à côté du jardin près de la mosquée pas loin pas loin de l'école d'accord c'est ce qui est le temps il y a aussi il y a aussi le temps il y a aussi dans la séquence 1 d'accord bonjour je m'appelle j'habite le quartier ADL ma maison se trouve à côté du jardin près de la mosquée pas loin de l'école mais il y a aussi le majuscule le face là à côté du jardin le face là près de la mosquée le face la virgule pas loin de l'école le nokta mais il y a aussi 2 l'apostrophe du de là d'accord c'est ce qui est parce qu'on sait qu'on fait d'or voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que j'ai de partager le maximum et merci beaucoup et t'espoir à l'akhir